اهلا بكم في مركز حوائل المرأة ده فيديو قصير هنشرح لكم فيه عيادتنا المتقدمة للموجات الصوتية للمرأة والموجودة في 40 شارع المانيا البندان الرودة القاهرة بيتميز الريسيبشن بتاعنا بالرحابة زي ما انتو شايفين في الصوت مركز حوائل المرأة لصاحبه دكتور واقل البنة اخصائي النساء والتوليد واخصائي طب الجنين والبحث بطب الاجنة في انجلترا هنا قط السنار الرئيسية اللي فيها احدث اجهزة سنار رباعي الابعاد وادوات متقدمة جدا وكمان في مكان للعيلة بتاعتك عشان ممكن تحضر معاكي السنار وتتفرج على البيبي على شاشات البلازما في نفس القوضة بنقوم باجراء سنارات مختلفة سواء في مجال النساء او في مجال الحم منها السنار رباعي الابعاد واكتشاف العيوب الخلقية للجنين وبرضو في نفس القوضة بنقوم بصحب عينات من السائل الامنيوسي وتحليل الدم المختلفة الخاصة بتشوهات الجنين في مركز حواء للمرأة ممكن انك تحجزي في اي وقت انتي عاوزاك وكمان بتتعاملي بعناية وهيتميلي بياناتك في الملف الخاص بيكي وده كله عشان نهتم بيكي انتي والبيبي بتاعك ونوصلكم ان شاء الله لبر الامان حواء كلينك من اجل بناء صحة افضل بالحجز والمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الفيسبوك حواء كلينك او الاتصال بالارقام الاتية 012-770-41114 او 010-9444-9563 مشاهدين في جميع انحاء وطننا العربي الشقيق 22 قطر من المحيط الى الخليج بحييكم وبرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الاسبوعي حواء كلينك حواء كلينك النهاردة هيطرح موضوع غاية في الاهمية اتشرف ان انا اقدمه في صورة توعية لجميع سيدات الوطن العربي بل وجميع سيدات العالم هنتكلم النهاردة عن موضوع شفته يوميا في العيادة وفي نفس الوقت كمان جميع ده كثرة النساء والتوليد بيشوفوه هناك ممارسات خاطئة هنتعرف عليها النهاردة في هذا الموضوع موضوعنا النهاردة هو الافرازات المهبلية مفيه ست في العالم معانيتش من الافرازات المهبلية ومفيش زوج في العالم معاناش ان مراته عندها افرازات مهبلية دايما الزوج بيجي يشتكيلي من هذا الموضوع ان احنا واحنا فيه الكورس العلاجي للزوجة هو مش عارف يعمل معاها جماعة في نفس الوقت هو بيجيله التهابات منها وتنتقل من السيدة الى زوجها او من الزوجة الى زوجها وده بيأثر على هذا الزوج في نفس الوقت احيانا السيدات بتشتكي من الازواج اللي خصوصا بيكونوا ازواج يعني زي ما بقول زوج زير النساء او يجامع عدد من السيدات وفي الاخر يجامع امرأته او في نفس الوقت يكون متزوج من اكتر من كذا سيدة فينقل الالتهابات المهبلية او البكتيريا من زوجها الى التانية الى التالة لذلك هناك اداب عامة وهناك مفاهيم خاطئة كثيرا يجب ان نصححها اليوم في حواء كلانيكتل اول حاجة عايزين نقولها النهاردة ان حوالي 75% من ستات العالم كلهم جالهم افرازات مهبلية بكتيرية منها افرازات فطرية برضو جات لهم في خلال عمره 15% من انواع مختلفة من الافرازات المهبلية انتقلت من الزوجات الى الازواج ولذلك يكمن خطورة الافرازات المهبلية والتهابات المهبل في هذه الحلقة هناك مجموعة من الاشياء اللي لازم نعرفها الاول عن المهبل ونفرق ما بين الافرازات الطبيعية والافرازات الغير طبيعية يعني كل سيدة بتسمعني النهاردة كل سيدة بتسمعني النهاردة لازم تفرق معايا ما بين افرازات طبيعية وافرازات غير طبيعية نمسك الحاجة الاولانية وهو المهبل المهبل ده عبارة عن قناة عضلية ربنا خلقها هذه القناة عبارة عن عضلة يعني ملتفة حواليا مجموعة من العضلات وهذه القناة مبطنة باغشية شبه او تماثل اغشية الفم في مدخل هذه القناة او اللي هي المهبل القناة الطويلة ديت في مدخلها في غدتين الغدتين دول اسمهم البرثولين هنلاقيهم قبل غشاء البكارة بشوية الغدتين دول مسؤولين عن ان هما دايما يطلعوا افرازات ودايما يغسلوا المهبل داخليا اذا رقم واحد المهبل بيصنع جواه غدد بتصنع افرازات بتغسل المهبل طبيعي ربنا خلقها عشان خاطر كده اتنين هذا المهبل يقطن فيه او بيعيش فيه مجموعة من البكتيريا الحميدة اللي ربنا خلقها زي البكتيريا اللي موجودة في البق يعني كل واحد فينا عنده بكتيريا كثيرة موجودة في الفم بيخلي انها بتحلل الاكل اللي احنا بنكله ودايما بتطلع مادة الى حد ما بتقتل كل هذه البقايا الاكل او البكتيريا الغير طبيعية اللي بتخش لنا من الهواء او من الجو كذلك المهبل فيه مجموعة من البكتيريا الطبيعية منها بكتيريا اسمها الدودر لاين بكتيريا الطبيعية اللي موجودة فيه المهبل بتحول مادة اسمها الجلايكوجين ايه هو الجلايكوجين ده؟ الجلايكوجين ده مادة كلما بنكل سكريات مكارونة نشويات تتحول وتتحوصل اللي بنسميها زي الدهون زي ما احد يروح للدكتور يقول انت عندك شوية دهون على الكبد بتحول الدهون ديت اللي هي مترسبة في جسمنا الى سكريات وتحلل هذه السكريات فتحولها الى حمض حمض زي اللمون وزي الخن بالضبط المهبل فيه لمون وخن طبيعي ربنا خلقوا عشان اي بكتيريا غير طبيعية تيجي للست عن طريق الحاجات الكتير اللي احنا هنشرحها النهاردة او الاسباب الكتير تقتلها ولذلك المهبل لابد ان يحافظ على درجة حرارة حامضية لقتل اي بكتيريا تانية تخشل الحاجة التانية اللي عايز اقولها الافرازات بتيجي من الغدتين اللي احنا شرحناهم اللي اسمهم غدتين برثولين اللي جنب الغشاء البكارة وفي مجموعة من الغدد عند عنق الرحم هنشوفها في الفيديوهات معنا النهاردة هنلاقي في مجموعة من الغدد موجودة في عنق الرحم عشان تنزل نوع من انواع الافرازات طيب السؤال هنا ما هي فوائد الافرازات المهبلية الطبيعية فوائد الافرازات المهبلية الطبيعية رقم واحد عملية التاليين ماذا تعني عملية التاليين ربنا سبحانه وتعالى خلق الجماع بين الزوجين في حتة الالاج الالاج ما بين او دخول العضو الزكري الى مهبل المرأة او الى مهبل السيدة عملية قاسية شوية لذلك الافرازات المهبلية بتسهل وتساعد كثيرا جدا في ان يحدث هذا الموضوع بسهولة وفي ذات الوقت يحدث اشباع للرغبة عند الزوج والزوجة دي الفايدة الاولانية وتعاني كثيرا من السيدات بعد سن انقطاع الطمس وبعد انقطاع الدورة بان المهبل بتاعها ناشف وتيجي الشكوى اللي بيشتكوها في العادات انا المهبل بتاعي بدأ يبقى ناشف جدا وبدأ يبقى فيه تشققات وزوجي مش مستمتع بيء العملية الجنسية يحدث الكثير من الاخطاء ان بعض الدكاترة بيوصفه جل وده خطأ كبير جدا 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 لابد الامتناع عنه الحاجة التانية ربنا خلق هذه الافرازات المهبلية فيها مواد معينة لازجة بتخلي الحيوانات المنوية الذي يقذفها الزوج تطلع على جدران المواد اللازجة اللي موجودة فيه الافرازات المهبلية لحد لما توصل لعنق الرحم وبعد كده تعوم فيه الافرازات بتاعة عنق الرحم وبعد كده تطلع لفوق وإلى كل الحيوانات المنوية اللي بيخذفها الزوج هتطلع كلها بر ودي نقطة في منطقة الخطورة الحاجة التانية عملية الترتيب لان تخيل بق ابني ادم ناشف طول اليوم شيء في منطقة الصعوبة المهبل عبارة عن قناة لو ما حصلش فيها ترتيب يحصل فيها تقرحات شديدة جدا جدا الحاجة الأخيرة أن في هذه الافرازات بيحدث مجموعة من ربنا بيطلع مجموعة من الأجسام المناعية أو الـ IGA حاجة زي الأجسام المناعية أو الـ Antibodies أو المضادات لأي بكتيريا تانية موجودة ولذلك للافرازات المهبلية الطبيعية فوائد عدة عايزين نقول على حاجة مهمة جدا النهاردة هي الافرازات المهبلية اللي بتحدث طبيعيا بتحدث لي البنات وقت البلوغ ما هو سببها أول لما بتحصل وقت سن البلوغ تبدأ تحدث الدورة ويبدأ يحدث الافرازات المهبلية الطبيعية اللي بنقول لأي بانوتة بتتفرج عليه النهاردة ما تقلقش منها خالص دي حاجة طبيعية دي حاجة بتبقى لونها شفافة لازجة وسائلة شفافة وفيها نسبة لزوجة وبتلاقيها سائلة يعني ما بتقفش عند منطقة معاناة وتبدأ تتجمع ودي بتحدث وقت الإباضة يعني اليوم الـ 14 بداية من اليوم العاشر ليه اليوم الـ 16 طبعا الستاندرد عندنا اليوم الـ 14 فيه الدورة حسب دورة كل ست ده وقت ظهور أو طلوع البويضة في هذا التوقيت نسبة الاستروجين عند السيدات بتبقى عالية جدا استروجين يعني هرمون أنسوي يعني إفرازات مفيش استروجين فيه انقطاع لسن الدورة أو القطاع لسن الطمس ومع الـ 6 ما عندهاش دورة إذا ما عندهاش هرمون استروجين بنسب كويسة إذا ما فيش طبويد إذا ما فيش إفرازات يبقى ربنا خلق الإفرازات بتزيد جدا وقت التبويد عشان لما الزوج يجامع زوجته تطلع الحيوانات المنوية بسهولة إلى الرحل الموضوع الثاني الإفرازات المهبلية المرضية والإفرازات المهبلية المرضية بتيجي للبنات من أول لما بيتولدوا من أول لما تتولد ممكن يجي لها إفرازات وفي هذا التوقيت بتبقى علامة فيه منطال خطورة يعني إيه بنت عندها 8 سنين وعندها إفرازات ده يحوي معاني كثيرة جدا من الممكن أن تكون بنفكر ساعتها في حاجات أسوأ كثيرا زي السرطانات أو زي في مشاكل ممكن تكون موجودة في عنق الرحم أو في جسم غريب دخل للبنت الصغيرة في المدرسة وهي بتلعب أو دودة معينة من الديدان اللي هي الأوكزوريس الدودة دي بتنتقل من قناة الشرج إلى المهبل وتخش جوه وبعد لما بتخش جوه الجسم بيتفاعل معها بشكل عنيف جدا فيبدأ يطلع مجموعة من الإفرازات الشديدة على اعتبار أنه نفسه يلفز هذا الجسم الغريب إذن لو لقينا طفلة عندها إفرازات مهبلية دي علامة في منطق الخطورة وعلامة مرضية بعد سن البلوغ إلى سن انقطاع الدورة من الممكن أن دايما لو لقينا أن الإفرازات المهبلية نزلة لونها مش شفاف ومش نزلة بسهولة ويصف وليها ألوان مختلفة إذن هناك شيء مرضي هذه الإفرازات من الممكن أنها تكون صفراء أو خضراء أو ممكن تكون مجبنة أو زي حتة الجبنة أو ممكن تكون هذه الإفرازات المهبلية لها رائحة كريهة ودي مشكلة كبيرة بتعاني منها السيدات طبعا في بعض السيدات فيه خلال بعض الولادات بيحصل لهم مشكلة كبيرة جدا ألا وهي أن رأس البيبي لما بتنزل المهبل المهبل ربنا خلقه أنه يقدر يساع شوف القناة الديقة دي اللي بيحدث فيها الجماعة اللي هي ما بتدخلش أكتر من سبعين بتفتح لدرجة أن هي تشيل بيبي دماغه تخرج منه دماغه عشرة سنتي فأحيانا بيحدث نوع من أنواع الانقطاع بيحصل قطع في المهبل ما بين المهبل والمسانة أو ما بين المهبل والمستقيم أو فتحة الشرق تطلع منها بكتيريا قذرة جدا تدخل في المهبل اللي هو مفروض يكون طبيعي ما فيوش هذه الأنواع من البكتيريا وتسبب فيما يدعى باسم الناصور وهذا الناصور يؤدي بحكمية إلى نوع من الإفرازات المهبلية المرضية اللي بيبقى لونها أصفر أو أخضر أو بني النوع الثاني اللي ممكن يكون بيسبب دوت لو سيدة عندها نزيف شديد وكسرة النزف عند المرأة من الممكن أن هي النزيف أو الدم بيبقى قاعدي واللون القاعدي زي ما حضراتكم عارفين أو الشكل القاعدي عكس طبيعة المهبل اللي هي اللي كلها حمض فده بيؤدي إلى تكوين نوع من أنواع البكتيريا الأخرى نبدأ واحدة واحدة نمسك نموذج نموذج ونشرح ما هو هذا النموذج بأشكال الالتهابات المهبلية ونقول علاجه إيه وإيه الإرشادات بتاعته إيه رقم واحد النموذج الأول زي ما حضراتكم شايفين هذا النموذج هو الإفرازات نموذج واحد ونموذج اتنين هم عبارة عن إفرازات مهبلية زي ما حضراتكم شايفين طبيعية لونها شفاف من الممكن يكون لونها شفاف أو إلى حد ما لون أغمأ شوية من اللون الشفاف زي ما حضراتكم شايفين وده أمر طبيعي مش محتاجين إن احنا نعمل فيه أي حاجة خالص دي حاجات إفرازات مهبلية شفافة زي ما حضراتكم شايفين كده المرأة ما بتحسش بيها بتكسر وقت التبويض وبتنتهي في آخر الدور نخش على النموذج الثاني يعني لو عند النموذج الأولاني والتاني لو فيه أي مشكلة عند السيدات أو نزل منهم هذا النوع من الإفراز ما تقلقش ما فيهش أي حاجة خالص مش محتاجين نعمل أي حاجة خالص وما تجيش للدكتور نخش على النموذج الثالث والنموذج الرابع هزان النموذجين فيه غاية فيه الخطورة لأن دول ما بيعتبروش أشياء طبيعية دول بيبقوا بكتيريا في منطقة الخطورة اسمها الكلميديا الكلميديا دي لا هي بكتيريا ولا هي فيروس الكلميديا اللي هي لون زي لون الدم دي بتبقى نازلة مع الدم وهنا لون البني الغامق ده بكتيريا اسمها الكلميديا ما هي بكتيريا الكلميديا أولا لما جم درسوا هذا الموضوع قوي لأنها لها هي بكتيريا قوي ولا هي فيروس هذا الكائن أو الجرسومة التي تهاجم المهبل بتؤدي إلى نشاط كبير جدا وقتل فيه الخلايا والخلايا لما بتتقتل بتطلع نوع من أنواع البليروبين أو زي الحاجة اللي هي الصفرة أو اللي بنسميها الصفرة وبتخلي لون الإفرازات المهبلية بيتغير إلى اللون البني الغامق أو لون الدم زي ما حضراتكم شفتوا في النموذجين دول البكتيريا دي بتطلع وتصعد زي ما حنشوف في الفيديو بتاعنا النهاردة إلى داخل الرحم وتطلع إلى الأنابيب وتسبب العقم هذه البكتيريا تسبب العقم إذن كل سيدة بتتفرج عليها النهاردة بيجي لإفرازات مهبلية بنية اللون وغمقة أو لون الدم لابد أنها تعرف أن دي علامة مهمة جدا مش مطلوب من حضرتك تتصل بصحبتك مش مطلوب من حضرتك أنك تتصل بأي واحدة ست مجربة وتاخدي أي لبوس مهبلي أو تاخدي أي أدوية وصفالك الصيدلي لا لأن دي علامة خطيرة هذه البكتيريا مش هتروح زي ما أنت متخيلة بشوية أدوية وبعد كده أو حد يديك أي مضادات حيوية لازم مضاد حاوي مخصوص لهذا النوع من البكتيريا حتى يقتلها تماما ونتابع بعد ذلك مع حضرتك لأن هذه البكتيريا لما بتطلع فوق بتؤدي إلى التهاب في الأنابيب وتؤدي إلى التهاب في عنق الرحم تلاقي حضرتك بيعندك ألم شديد جدا مع الجماع وفي نفس الوقت عندك مشكلة في الخلفة وبتتخلفة بتاعتك بتتأخر والحيوانات المنوية بتاعت الزوج عند حضرتك بتهاجم وتقتل وما تقدرش أن هي تطلع لفوق ودي مشكلة سيدات كثيرة جدا إذن علامة في منتهى التفاهة ولكنها في منتهى الخطورة أن حضرتك تلجأي فيها إلى الطبيب تقدر تسألي عندنا في حوائق كلاك تتصليبين في أي وقت على أرقام المركز والأسستنس أو المساعدين حيبلوه حضرتك إيه اللي ممكن تخديه وتعملي فيه إيه ننتقل إلى النموذج الآخر وهو نموذج رقم 5 و 6 النموذجين دول لون أصفر غامق زي ما حضرتكوا شايفين ولون أخضر غامق البكتيريا دي قلت شوية ما عطناش بنشوفها زي الأول كسير يعني طبعا زي ما حركوا شايفين هنا أهي فيه غمقان فيها اللون الأخضر وهنا اللون الأصفر الغامق وطبعا بيبقى نوعه تقيل شوية وهذا النوع من الإفرازات ما بقناش بنشوفه ده بكتيريا السيلان أو فيما يودع طبائيا باسم الجونورية نايسيريا جونورية النوع دوت من أنواع الإفرازات المهبلية ما بقناش نشوفه كتير قوي لأنه بدأ دوره وينتهى السيلان مرض ينقل جنسيا كان دائما وأبدا يرى فيه السيدات يعني اللي عندهم أكتر من زوج يعني أكتر من رجل بيجمعوه في حياتهم يعني اتجاوز وتطلق اتجاوز وتطلق اتجاوز وتطلق أو سيدات تجاوز وتطلق كتير أو السيدات اللي عندهم يعني نوع معين من الأشياء الغير أخلاقية ولذلك هذا النوع من الأنواع اللي هو السيلان بدأ يقل تماما وما بقناش نشوفه كثيرا ولكنه ينقل من السيدات إلى الرجال وينقل من الرجال إلى السيدات وده نوع من أنواع السكشولي ترانسيبيت الدزيز أو البكتيريا التي تنقل عن طريق الجماع من الرجل إلى المرأة هنخش في النموذج اللي بعده النموذج هنا سبعة وثمانية زي ما حضراتكم شايفين حيفرقوا عن السيلان في الإيتي أن حضراتكم شايفين هنا الإفراز أكتر يعني أصفر فاتح لونه أصفر فاتح غير إفراز السيلان وهنا أخضر فاتح واللون الأخضر الفاتح دوت والأصفر الفاتح بيعنوا لنا بكتيريا أهمة جدا وهي ليست بكتيريا بالمعنى الضقيق هي طفيل هذا الطفيل اسمه تراكيمونس فاجينالس ده عبارة عن طفيل يعني زي دودة يعني زي الأميبة ده كائن لي دبوس أو زي يعني زائدة من تحته على شكل كومترا وليه دبوس وليه أربع شعيرات بيتحرك بيهم في المهبل فوق دماغه في أربع شعيرات بيتحرك بيهم فوق دماغه وتحت لي دبوس لذلك هذا النوع من أنواع الإفرازات بيسبب شيء في منطقة الخطورة وهو الهرش أو الحكة حينما تشعر السيدات بالحكة الشديدة وهذا الطفيل ينقل من الرجل إلى المرأة وينقل من المرأة إلى الرجل تلاقي الزوج بعدها جاي العيادة ويشتكي من أنه نوع من أنواع الهرش أو الحكة الشديدة بعد الجماعة وفي نفس التوقيت هذه السيدة بتعاني من نوع كلما الطفيل ده بيتحرك الدبوس بتاعه بيغمز في جلد المهبل وبيطلع كمان إلى عنق الرحم ويسبب علامة في عنق الرحم لما بنبص على عنق الرحم لهذه السيدة بنجد شيء في منطقة الخطورة نلاقي عنق الرحم بيدين علامة اسمها سترابري ساين أو علامة الفراولة تلاقي عنق الرحم اللحم بتاعه كله حبب وبقى كله حبيبات وبقى شبه زي قطعة الفراولة وهذا النوع من أنواع الفيروسات غاية هذا النوع من أنواع الطفيلات غاية في الخطورة ولذلك يجب أن احنا ننتبه لي علاجه ما بيكونش مضادات حيوية عشان حركة ترفع سماعة التليفون تكلمي واحدة صاحبتك هتقولي لا أنا عندي الفيروسات المهبلية اللي كانت جات لك أنت في دورتك اللي فاتت ممكن تقولي لي أستخدم إيه أو ممكن تقولي لي الدكتور كان كتب لك إيه لا دي غير دي ومش معنى أن واحدة عندها التهاب مهبلي أخدت لي علاج أنها توقف العلاج لازم توقف العلاج باستشارة الطبيب لأن أول ما البكتيريا بتاخد المضادة الحاوي نديها بمجرد لما احنا بنيدي هذه المادة الفعالة والستة تقولي الحمد لله أنا بقيت كويسة وموقفة العلاج من دماغ بنفاية بمصيبة كبيرة جدا أن البكتيريا تعرفت على العلاج اللي إحنا الدنيا وخدت مناعة ضده نيجي نديها تاني علاج تقولينا لا أنا شكرا أنا خلاص تعودت على المضادة الحياة وبتاعكو ده أو تعودت على اللبوس المهبلي دوت ومش ناوي أن أنا أتعالج خلاص مش هموت نضطر ندي جرعات أقوى ولذلك المهم جدا في هذه النقطة اللي أنا عايز أقولها أن الستة اللي عندها هذا الالتهاب اللي هو الأصفر أو الأخضر الفاتح اللي هو تراكيمونوس مش من الض يعني من الغباء الشديد إن احنا نديها مضادة حيو لابد إن احنا نديها مضاد للطفاليات زي بظلط اللي عندها الالتهاب معوي هذه هي النقطة الخطيرة والتي تحتاج إلى زكاء في التعامل مع المريضة ننتقل إلى النموذج الأخير وهو الأشهر على الإطلاق النموذج ده بنشوف فيه إفرازات مهبلية مجبنة زي الجبنة بالزبط وهذه الإفرازات المهبلية برضو بيبقى معها هرش وهذا الإفراز المهبلي ده نوع من أنواع لا هو طفيل ولا بكتيريا ده فطر فطر يعني إيه فطر يعني زي اللي بيطلع على العيش فطر زي اللي بيطلع على العيش بس الفطر ده اسمه كانديدة فطر الكنديدة يهاجم 75% من سيدات العالم وعند كل السيدات وبيعيش جوه المهبل بس عايش طبيعي عايش طبيعي جدا طب نحكي الحدوتة طب ليه فطر عايش طبيعي وموجود عندنا يسبب لي التهاب يوصل به المنظر اللي احنا شفناه ده أنا أقول له حضرتك الفطر ده حاجة في منتهى الضعف في منتهى الضعف عايش جوه بقي وجوه بقي حضرتك عايش في الأعضاء التناسلية عندي وعند حضرتك ولكنه مرة واحدة يبدأ يهاجمك ويعمل عليك بطل لما منعتك تقل ولذلك بنجد هذه الفطريات في بق المرضى في العناية المركزة وبنجد هذه الفطريات فيه بق المرضى اللي بياخدوا كورتيزون وكذلك فيه مهبل السيدات اللي بتاخد علاج كورتيزون أو علاج كورتيزوني لفترة طويلة أو عندها مرض نقص المناعة اللي هو الـ HIV أو الـ AIDS أو عندها أمراض مناعية أو سيدة في العناية المركزة وبدأت الأجسام المناعية اللي موجودة في جسمها تقل كذلك السيدات والرجال الذين يعانونها من مرض السكري السكر ستة عندها السكر والستة ديت ما بتاخدش الأدواء بتاعتها كويس هي عرفاني وسامعاني هي أكتر ستة في الدنيا هيجي لها إفرازات مهبلية من هذا النوع اللي هو الفطر لأن الفطر الضعيف ده أولى ملايك جسم ده خلاص ضعف يتكالب عليه ويعمل عليه بطل وقول له خلاص أنا بقيت حاجة غريبة عن جسمك مع أن زمان أنت بتموته في ثواني أو هو عايش جواك وما بيعملكش أي أثر لكن الفطر يتكالب على الإنسان لما يكون منعته ليلة لما بيكون بياخد كورتيزونات لأنها بتقلل المناعة لما بيكون بياخد أدوية مناعية لما يكون السيدة بتاخد عندها سكر والسكر بيقلل المناعة ولذلك ننتبه إلى هذه النقطة نقطة خطيرة إحنا كدكاترة اللي بنعملها للعينين نسبب لهم فطريات إيه هي؟ العينين اللي بياخدوا مضادات حيوية كثيرة فيه سيدات تروح ليه إدكاترة فيقوم أول حاجة يعملها يقوم بيديها على طول مضادة حيوية ومضادة حيوية تاني وينوع لها ويشكلها في أنواع المضادات الحيوية طبعا الفطريات أول لما تلاقي أن الوسط بقى في منتهى اللطف بالنسبة لها كده وأن أنت حضرتك أضطلع على كل البكتيريا اللي كانت بتسبب الوسط الحمضي الفطريات تبدأ تطلع النوع الأخير تعالوا نشوف النوع الأخير النوع الأخير هو ده بقى ده في منطقة الخطورة هنا رقم واحد رائحة كريهة تشبه رائحة السمك رائحة كريهة تشبه رائحة السمك وهو لونه رمادي وفي نفس الوقت فيه ثك يعني أو لزكته عالية جدا ويزداد جدا بعد الجماعة يعني حضرتكم تلاقوا هذا النوع من أنواع الإفراز اللي ريحته شبه السمك رائحة كريهة وده دايما بنسأل على ثلاث حاجات لما نيجي نسأل أي ست على الإفرازات هل فيه حكة؟ فيه هرش؟ آه طب اللون إيه؟ درامودي طب بيحصل أنت بعد الجماعة على طول يا دكتور لدرجة أنا ببقى فاكرة أنه دوت السائل المنوي بينزل مني فأنا خايفة أنه أنا كوما بخلفش عشان السائل المنوي بينزل مني لا اللي بينزل من حضرتك ده نوع من أنواع الإفرازات البكتيرية الحد النوع ده كوكتيل كوكتيل من البكتيريا بكتريات مختلفة والنوع ده تشهير جدا لما الست تسيب نفسها مرة واثنين وتلاتة يجي لها التهابات بكتيرية حادة في المهبل وإفرازات مهبلية غير طبيعية وحضرتها بتسخط عليها ومن غير لما تروح للدكتور ومن غير لما بتسأل فمرة باثنين بتلاتة تاخد لها مضاد خمس أيام وتوقف وتاخد لها اللبوس مهبلي يومين وتوقف وإلى خيره يحدث في الآخر أن يكون عندنا مجموعة من الإفرازات المهبلية اللي بتكون في الآخر هذا الشكل اللي هو اللون الرمادي بعد ما تعرفنا على كل أشكال الإفرازات المهبلية هنتكلم الحلقة القادمة إن شاء الله عن إزاي نقي نفسنا من الإفرازات المهبلية وحنتكلم عن إيه اللي ممكن تسببه وإيه العمليات اللي ممكن نلجأ ليها ونشوفها في الحوض نتيجة هذه الإفرازات المهبلية وإزاي بتسبب العقم عندنا لأي استفسار حضرتكم تقدروا تتابعونا على حواكلانك.com أو تتابعونا على صفحة حواكلانك على الفيسبوك أو على الأقل تقدروا تتصلوا بعيادة حواكلانك هنستقبل اتصالاتكم كل يوم من الساعة 6 إلى الساعة 10 مساء في العياد شكرا منكم وإليكم دكتور وائل البن أهلا بكم في مركز حوائل المرأة دا فيديو قصير هنشرح لكم فيه عيادتنا المتقدمة للموجات الصوتية للمرأة والموجودة في 40 شارع المانيا البندان الرودة القاهرة بيتميز الريسبشن بتاعنا بالرحابة زي ما انتوا شايفين في الصوت مركز حوائل المرأة لساحبه دكتور وائل البنة أخصائي النساء والتوليد وأخصائي طب الجنين والباحث بطب الأجنة في إنجلترا هنا قط السنار الرئيسية اللي فيها أحدث أجهزة سنار رباعي الأبعاد وأدوات متقدمة جدا وكمان في مكان للعيلة بتاعتك عشان ممكن تحضر معاكي السنار وتتفرج على البيبي على شاشات البلازمة في نفس القوضة بنقوم بإجراء سنارات مختلفة سواء في مجال النساء أو في مجال الحم منها السنار رباعي الأبعاد واكتشاف العيوب الخلقية للجنين وبرضه في نفس القوضة بنقوم بسحب عينات من السائل الأمنيوسي وتحليل الدم المختلفة الخاصة بتشوهات الجنين في مركز حوائل المرأة ممكن أنك تحجزي في أي وقت أنت عوزاه وكمان بتتعاملي بعناية وهيتميلي بياناتك في الملف الخاص بيكي وده كله عشان نهتم بيكي أنت والبيبي بتاعك ونوصلكم إن شاء الله لبر الأمان حوائل كلينك من أجل بناء صحة أفضل للحجز والمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الفيسبوك حوائل كلينك أول اتصال بالأرقام الآتية 012-770-41114 أو 010-9444-9563 اشتركوا في القناة